والتوجهات الحزبية تفاصيل مع أحمد مدني عند بداية النقاش حول قانون المالية 2016 بقبة البرلمان كان المشهد العام يوحي أن ممثل الشعب تجردوا من انتماءاتهم السياسية وصاروا وراء قناعاتهم الشخصية لكن واقع الحال أثبت غير ذلك عند المصادقة على القانون نحن جبهة التحرير الوطني سنشجع هذا القانون بقوة لأنه لأول مرة هنا قانون مالي يحتوي على تحفيزات حقيقية وتشجيعات واقعية نحن شركاء في الحكومة وبالتالي نرى أن الحكومة فكرت جيدا وجاءت به هذا القانون الذي يعتبره البعض الذي يعتبره البعض هو أنه قانون حرب على الشعب لا بالعكس مع القرارات التي اتخذها الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الآخ عمار سعيداني حول مشروع قانون ميزانية 19 النشاط البرلماني هو امتداد طابعي للانتماء السياسي للنائب المتخذ من طرف الشعب حسب المتتبعين للشأن السياسي يبقى أنه النائب في البرلمان هو قبل أن يكون نائب فهو مناظل في الحزب وبالتالي رشح من طرف الحزب ومن ثم في الحزب انتعو يكون دائما له عليه نوع من الغطاء أو نوع من الرقابة إلى حد ما نواب الأغلبية بصوت واحد نعم لقانون مالية 2016 يثبت أكثر من أي وقت مضى أن كل النقاشات الساخنة حول قانون مالية ما هي إلا مسرحية وأن القرار الأخير يطبخ في مقرات الأحزاب بعيدا عن عدسات الكاميرا إلى شأنية الصحية